مع المنتخب الوطني الأولوم بحيث يواصل تحضيراته الفنية والبدنية في القاهرة العاصمة المصرية بقيادة المدير الفني عبدالله أبو جمع السعدادة لمواجهة المنتخب المصري مساء يوم الخميس المقبل في إطار تحضيرات لخوض النهائيات الأسيوية في نيسان القادم مؤجرا للمنتخب تدريباته بصفوف مكتملة مع التحاق عمر صلاح وبكر كلبونة وقيس عباسي إلى جانب معتصم الجعبري الذي حل بديل لمحمد هشام المحترف في صفوف نادي بلاطة الفلسطيني بعد تعذر انضمام الأخير للتجمع معسكر مهم في مصر بالنسبة للمنتخب الأولومبي بقيادة عبدالله أبو زمع هذا المعسكر يأتي ضمن خطة من أداد للتحايد الوردوني لكرة القدم للتحضير للنهائيات آسيا المؤهلة إلى أولمبيات باريس التي ستقام شاء الله في قطر في نيسان المقبل يعني أكيد المنتخب الأولومبي يتمتع الآن في حالة معنوية جيدة إيجابية بعد التأهل إلى نهاية آسيا تقديم مستويات كبيرة في التصفيات التي جرت في عمان المنتخب ذهب إلى مصر بصفوف مكتملة لكنه يعني في النهاية هناك عناصر انضمت للمنتخب الأولومبيات على غرار بحارس أحمد جديدي والمدافع دانيال عفاني لكن ثقتنا كبيرة بكية مهنة أبو طاها موجود مع المنتخب الأولومبي وأمين الشناني موجودين في مصر مع المنتخب الأولومبي قرر المدير الفني المنتخب الأول لتحاقهم مع المنتخب الأولومبي لكن غياب الحارس أحمد جديدي والذي كان أساسيا في المباريات التصفيات ودانيال عفاني لكن أنا أعتقد أنه اللاعبين الموجودين في المنتخب الأولومبي لديهم القدرة على مقارعة المنتخب المصري المنتخب المصري يضم نجوم على مستويات كبيرة وهم لاعبين على مستوى عالي خاصة مع الأهل والزمالك وبرومتزا المصري لكن أنا أعتقد أنه المنتخب اكتسب خبرات كبيرة خلال المباريات الودية التي لعبها خلال التصفيات التي أقيمت في أعمان ويتمتع بحالة معنوية كبيرة خاصة بعدها ضم نجمال جزيرة معتصم الجعبري والحارس قيس عباسي اللي تعويض غياب الحارس أحمد الجعيدي والمدافع دانيال عفاني عمر صلاح و بكر كالبونة أيضا من العناصر الممتازين يشاهدناهم خلال الفترة الماضية مع المنطقة أكيد عمر صلاح لاعب محترف الوكر القطري يقدم مستويات جيدة مع فريقه القطري يلعب بشكل أساسي بكر كالبونة هو أحد الأسباب الرئيسية التي منحت الجزيرة 15 نقطة حتى الآن في دورة الدرجة الأولى وهداف من الطراز الرفيع نتمنى للمنتخب والجهاز الفني والإداري والطبي التوفيق والنجاح في هذه المباراة نتمنى أن تكون الاستفادة كبيرة أن تتلعب مع منتخب كبير كالمنتخب المصري لابد أن تكون الاستفادة كبيرة من مثل هذه المباراة وهذه المباراة تعطيك مؤشرة أن منتخبنا الوطن إن شاء الله قادم بقوة إلى بطولة مماسية أكيد صح البكير الحديث عن بطولة مماسية لكن مثل هذه المباريات إذا ما حققت الانتصار فيها أو خرجت بنتيجة إيجابية تعطيك دفعة قوية في هذه النهائية أكيد المنتخب المصري سبق له أن قابل المنتخبات على مستوى عالي سواء منتخبات إفريقية أو أوروبية لديه خبرات كبيرة أنا أعتقد أنه إختيار اللعب مع المنتخب المصري في هذه الفترة أنا أعتقد أنه اختيار موفق لاتحاد الأرديني للكرة القدم للجهاز الفني والإداري خاصة أن المنتخب المصري يمتلك لعبين على مستوى عالي جدا برأيك خلال ما شاهدنا المنتخب الوطني في التصفيات ممكن بعد هذه المباراة مع المجموعة القوية التي وقع فيها المتخبن الوطني برأيك قادر المتخبن الوطني أن يحجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس أنا دائما أحكي أنه لا بد من قبل الحديث عن التأهل أو عدم التأهل لا بد من التحضير المثالي لمثل هذه البطولات لا بد أن تكون هناك أجندة واضحة واضحة المعالم للمتخب الأولمبي مباريات قوية على مستوى عالي أنا أعتقد أن المنتخب المصري هي المقدمة لهذه المباريات لا بد من اختيار مباريات على مستوى أعلى من هذه المباريات وأنا أعتقد أن هناك مواهب في كرة القدم الأردنية وتحديدا في هذا المنتخب نحن نطلع هنا حتى هناك في لعبين محترفين في هذا المنتخب تم استدعاء عمر صلاح محترف في الوخر القطري هناك لعبين على مستوى عالي سواء في الوحدات أو الفيصلي أو الحسين والرمثة هذا منتخب المستقبل لا بد من الاهتمام والاعتناء به قدر الإمكان وتوفير كل سبل الدعم لهذا المنتخب حتى يعني يحقق مبتغاه ونشاهده إن شاء الله في أولمبياد باريس نعم نتمنى التوفيق إن شاء الله منتخبنا الوطن الأولمبي في هذه المباراة وبالحديث عن المنتخبات الوطنية منتخبنا الشباب في تركيا يجري تدريباتي في تركيا يعني سادادة للاستحقاقات القادمة والجميع منشاهد جميع المنتخبات الوطنية بتحضير دائم وهذا شيء مهم أكيد الاستمرارية مهمة لابد من يعني اختيار اللاعبين الأفضل للمنتخبات وهذا هو ما يحصل حتى لو كانت هناك يعني استثناءات معينة لكن أنا بعتقد من المنتخبات الوطنية والكورو الأردنية الآن تمر يعني بفترة إيجابية جدا من ناحية تعدد المواهب سواء في المنتخب الشباب أو المنتخب الأولوبي أو حتى المنتخب الأول لابد من استثمار هذه المنتخبات في الوصول إلى أبعاد نقطة ممكنة في البطولات التي تشارك فيها والجميل أنه سوف نشاهد اللاعب يوسف قشة نجم بايرين الميونخ الألماني وطالبنا بهذا اللاعب كثيرا ما رأيك بانضماء المنتخب بالشباب ممكن توقعنا أن يكون في المنتخب الأولومبي لكن ممكن أن يكون في المنتخب الأولومبي مع مرور الأيام إذا ما أثبت نفسه في هذا المعسكر أكيد هناك في تنصير كبير بين المنتخبات الوطنية سواء الأول والأولومبي والشباب البداية يجب أن تكون مع منتخب الشباب حتى تكون هناك تقييم لهذا اللاعب من قبل المدير الفني لمنتخب الشباب ومن ثم تقديم تقرير للاتحاد الأردني لكرة القدم أو للمعنيين أنا أعتقد أن اللاعب يلعب في باري ملخ أكيد أنه مؤسس أو تأسيسه يكون بشكل سليم وصحيح أعتقد أنه قادر أن يقدم الإضافة اللازمة والمطلوبة استدعاه لم يكن عبثا هو جاء بناء على مشاهدات كثيرة لهذا اللاعب وهو قادر بإذن الله على تقديم الإضافة المطلوبة سواء لمنتخب الشباب أو للمنتخب الأولومبي أتمنى التوفيق له لمنتخباتنا الوطنية ككل ترجمة نانسي قنقر